بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إذن أهلا بأبطال وأشبال السنة الخامسة ابتدائي معكم الأستاذة أسماء أحلى سأستاذة اللغة العربية والرياضيات للطور الابتدائي على منصات دروسكم وقناة فوركيدز إذن درسنا لنهار اليوم سهل وبسيط عن الكسور للطالبي الصبور يلا تابع معي من الأسئلة التي وردت إلي إذن أستاذتي ما هو الكسرة؟ ثاني سؤال كيف أحصر كسرا؟ وآخر سؤال كيف أفكك كسرا؟ يلا على بركة الله جواب السؤال الأول ما هي الكسور يا أستاذة؟ وما الحاجة لدراستها؟ إذن درستم يا أبطال نوع من الأعداد ألا وهو الأعداد الطبيعية وهناك بعض المقادير أو القياسات التي لا أستطيع أن أعبر عنها بعدد طبيعي مثلا أخذت في الرياضيات تسعة ونصف إذن كيف أكتب هذه العبارة؟ تسعة ونصف إذن من هنا ظهرت الحاجة لنوع آخر من الأعداد ألا وهي الأعداد العشرية؟ والمدخل إليها هم الكسور إذن إذن ما هو الكسر؟ إذن قبل أن أعرف الكسر لا بد أن تفهم بني أو بنيتي أن الكسر عبارة عن عملية قسمة إذن هي تقسيم بالتساوي ثاني شيء يجب أن تفهمه العلاقة بين الكل والجزء يالله معي للفهم أكثر إذن لدينا ثلاثة على ثلاثة إذن هذه كتابة رياضية ماذا تمثل الثلاثة؟ إذن تمثل البسطة والثلاثة الموجودة في الأسفل إذن تمثل المقام إذن يتكون الكسر من البسط والمقام وبينهما خط الكسر إذن أعيد يتكون الكسر من البسط والمقام بينهما خط الكسر الآن العلاقة بين الكل والجزء إذن المقام أسفل ويمثل الكل إذن مقام أسفل يمثل الكل بينما البسط هو جزء ويقع ماذا؟ أعلى خط الكسر الآن كيف أمثل يا أستاذ الكسر؟ الكسر دائما أبنائي أنظروا إلى المقام شفى مقام أسفل كل إذن أنظروا للمقام إذن شريطي أقسمه إلى ثلاثة أجزاء متساوية هذه القسمة هذه الكسور تقسيم متساوي إذن أستعمل الكسور للتعبير عن حصة عندما أقسم بكميات بالتساوي أو أستعمل الكسور لتمثيل حصص في توزيع ما به متساوي والكسر هو كل كتابة رياضية يكتب أ على شكل بي أعود للتمثيل إذن دائما ننظر للمقام ونقسم الشريطي أو القرص ثاني خطوة ماذا يمثل للبسط هو الجزء عدد الأجزاء الملونة أو عدد الأجزاء المعتبرة أو عدد قرص كسرة عدد الأجزاء المأكولة إذن هنا كم ألونه؟ ألون ثلاثة من أصلي ثلاثة حسنتم إذن بسم الله واحد ثلاثة إذن لونت ثلاثة أجزاء من أصلي ثلاثة إذن انظروا أبنائي لونتوا كل الشريط إذن القاعدة في الرياضيات إذا كان البسط يساوي المقام فالكسر جيد مساوي للواحد وش معنى مساوي للواحد؟ يعني اللون كل الشريط اللون كل القرص يلا رياضيا أكثر إذا قسمت ثلاثة تقسيم ثلاثة كم يساوي؟ جيد واحد نمر الآن سأمثل الآن إثنان على ثلاثة أو أقول جزآني من ثلاثة أو إثنان تقسيم ثلاثة يلا إذن عدد التقسيمات في الوحدة الواحدة هو دائما ثلاثة هاني قسمت شريطي؟ معذرة قسمت شريطي إلى ثلاثة أجزاء واحد ثلاثة ثلاثة تقسيمات حسب المقام الآن التلوين حسب البسطة إذن ألون كم من جزء؟ جزآن واحد بسم الله ثلاثة انظروا هل لونت كل الشريط؟ لا لماذا؟ إذن لونت ثلثة الشريط لأن البسط أقل من المقام رياضياً لو قسمت إثنان على ثلاثة هي صفر فاصل جيد إذن ما زلنا ما نحقناش للواحد إذا كان البسط أقل من المقام فالكسر ما به نقول أصغر من الواحد واكتلوا من كل الشريط إذا كان البسط يساوي المقام متى نلون جزء من الشريط إذا كان البسط أصغر من المقام انظروا الآن لدي سبعة على ثلاثة إذن لا يشترط أن يكون البسط أقل من المقام انظروا لهذا الكسر أقول سبعة أثلاث يعني ثلث 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 كم من مرة؟ سبع مرات إذن دائما شريطي مقسم إلى ثلاثة أجزاء واحد اثنين ثلاثة الآن كم ألون؟ ألون سبعة أجزاء من أصل ثلاثة يلا نلون وأدري أنكم تحبون الألواف أنا ألون بسم الله واحد اثنين ثلاثة هل ألون ثلاثة فقط؟ لا إذن ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن أحتاج لشريط آخر انظروا تكررت الوحدة إذن الوحدة المول أو القالب دائما يمشي بكلاثة حسب المقام لكن لونت أكثر من الشريط لماذا؟ لأن لدي البسط أكبر من المقام إذن أبنائك يعطيك البسط أكبر من المقام فالكسر أكبر من الواحد والدليل لونت أكثر من الوحدة الواحدة يعني الشريط الواحد ولو قسمت سبعة تقسيم ثلاثة فأجد إثنان فاصل إذن إثنان فاصل ري أكبر من الواحد إذن احفظوها إذا كان البسط يساوي المقام فالكسر مساوي للواحد البسط أصغر من المقام فالكسر أقل من الواحد وإذا كان البسط أكبر من المقام فالكسر أكبر من الواحد الآن كيف أحصر كسرا؟ إذن منذ قليل تعلمنا ماذا تعلمنا؟ إذا كان البسط يساوي المقام يلا أجيبوني ماذا يساوي الكسر؟ لو قسمنا ستة تقسيم ستة ماذا تساوي؟ تساوي واحد إذا الكسر تعكم مساوي للواحد والواحد محصور بين ماذا وماذا؟ جيد بكل بساطة بين الصفر والإثنان إذن بدون عناء القاعدة إذا كان البسط يساوي المقام فالكسر مساوي للواحد وأحصره دائما بين الصفر والإثنان الآن إذا كان كسري البسط فيه أصغر من المقام كن نقسم ثلاثة تقسيم خمسة إذن هي الصفر فاصل والصفر فاصل محصورة بين جيد بين الصفر والواحد إذن بدون تفكير إذن قاعدة ثانية إذا كان البسط أصغر من المقام فالكسر أقل من الواحد وبدون تفكير الحصر دائما بين الصفر والواحد الآن إذا كان البسط أكبر من المقام انظروا خمسة عشر على إثنان إذن هذا الكسر أكبر من الواحد هنا الحصر بين الحاصل والحاصل زائد واحد أين أجد يا أبطال؟ الحاصل والحاصل زائد واحد إذن لابد من إجراء عملية بوركتم القسمة إذن هنا لازم نقسم كي نقسم نلقى الحاصل فأكتبه في الناحية الصغرى والحاصل زائد واحد في الناحية الكبرى إذن المقسوم خمسة عشر والمقسوم عليه إثنان يلا خمسة عشر تقسيم إثنان فيها سبعة سبعة في إثنين تساوي أربعة عشر يلا هنا طرح مراحل القسمة قسمة ضرب طرح إنزال قسمة ضرب طرح إنزال بارك الله فيكم خمسة ناقص أربعة يساوي الواحد وواحد ناقص واحد يساوي الصفر هل هي قسمة تامة؟ لا لأن باقيها مساوي للواحد أو باقيها ليس صفر الآن ما هو الحاصل؟ يلا مكونات القسمة قلنا المقسوم المقسوم عليه حاصل القسمة وباقيها إذن حاصل سمعتكم بارك الله فيكم إذن سبعة أكتبوا السبعة وسبعة زائد واحد يساوي الثمانية إذا كان البسط أكبر من المقام إذن الحاصل بين الحاصل والحاصل زائد واحد ونمر لجواب السؤال الثالث الآن كيف أفكك كسر إلى مجموع عدد طبيعي زائد كسر أقل من الواحد إذن لدي قاعدة رياضية احفظوها يحفظكم الله البسط الكسر كتابته البسط على المقام إذن نجري عملية القسمة أجد الحاصل هو العدد الطبيعي والكسر هو الباقي على نفس المقام يلا إذن نفكك هذا الكسر إذن سبعة عشر على اثنان أفككها إلى مجموع عدد طبيعي زائد كسر أقل من الواحد إذن نقسم يلا سبعة عشر هي المقسوم انظروا إذن عملية الكسور إذن هي عملية قسمة بالفعل إذن المقسوم سبعة عشر المقسوم عليه اثنان فنجد الحاصل إذن واحد تقسم اثنان إذن لا أستطيع سبعة عشر تقسيم اثنان إذن فيها ثمانية إذن ثمانية في اثنين ستة عشر يلا نطرح إذن سبعة ناقص ستة يساوي الواحد وواحد ناقص واحد يساوي الصفر إذن ما هو الحاصل إذن هو ثمانية إذن أكتب العدد الطبيعي هو الحاصل بينما الكسر هو الباقي إذن واحد على نفس المقام ما هو المقام هو اثنان إذن ففككنا الكسر إلى مجموع عدد طبيعي زائد كسر أقل من الواحد إذن كنت سعيدة جدا بلقائكم نلتقي في حصص قادمة إن كنا من الأحياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج بالتعاون معه دروسكم منصة التعليم الإلكتروني ترجمة نانسي قنقر